محلياً عقد صبيحة الأحد مدرب اتحاد العاصمة بعلام شارف ندوة صحفية بملعب عمر حمد ببلغين ذلك للحديث عن آخر تحضيرات الاتحاد لمواجهة نادي كابتاون ضمن منافسات كأس الكونفيدرالية الافريقية والمقررة بتاريخ الثاني من نوفمبر المقبل حيث أكد شارف على أهمية الفوز تجنباً الوقوع في شرك الحسابات المعقدة خلال مقابلة الأيام لنستمع المباراة هذه ممكن تكون حاسمة ولكن المباراة الثانية وإن شاء الله الاسترجاع أكثر تكون حاسمة أكثر إذن نحن المباراة هذه راح نجيبه أحسن بنتيجة ممكنة لماذا لا راح نلعبه باش نفوزه على الأقل نسجل أهداف له ولكن علينا بالتمظيم